بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم مرة تانية مع شابتر اتنين بيلتون تيرباين من مكرر الآلات الهيدروليكية وأنظيم الطاقة المواقع هنتكلم النهاردة على الجزء الثالث من هذا الشابتر واللي بيتكلم عن بيلتون تيرباين كيس أو كيس أو الكيس أو بيلتون تيرباين زي ما يعرفنا في المحاضرة الماضية أن بيلتون تيرباين عبارة عن قرص مدور عجل أو يسمى رانر عليه مجموعة من البوكت اللي بيصطدم بيها جت من الماء فبيبدأ يديني الحركة وبينقل هذه الحركة إلى الشافت ومنها إلى الجنريتور على سبيل المثال لتوديد طاقة قهربية هنلاحظ أن الجيت اللي هنا وظفته أنه هو يعطي سرعة عالية للمائع علشان لما تصطدم بالبوكت تعطينا أكبر طاقة ممكنة فالطاقة المتاحة أو اللي جاية من المائع اللي هي كانت موجودة في صورة هيد بتتحول بالكامل إلى طاقة حركة داخل هذا النزل أو داخل هذا الجيت لما تتحول إلى طاقة حركة طبعا الضغط بتاعها بيكون تقريبا ضغط جوي يعني مالوش أي تغير ضغط بالصفر كمتو صفر جيتج بريشر صفر يعني ضغط كمتو بالصفر فلما يصطدم الفلو مع البوكت فهو بيعتمد بالكامل على سرعته وليس على ضغطه لأن المائع بيدخل للبوكت بضغط اللي هو الضغط الجوي وبيخرج منه أيضا بالضغط الجوي وبالتالي لا يوجد أي تغير أثناء حركة المائع لا يوجد أي تغير للضغط أثناء حركة المائع على سطح البوكت ده هيدينا انطباع عن وظيفة هذه الكيس الكيسنج اللي موجودة جواها التربينة وظيفتها إيه طبعا في هذه الحالة بما إنه لا يوجد أي تغير للضغط فده معناه إن الكيسنج ليس لها أي وظيفة هيدروليكية لأنه لا يوجد أي تغير للضغط خلال مرور المائع داخل التربينة أما الوظيفتها الأساسية إيه وظيفة التربينة في هذه الحالة هي تجميع الماء بعد مروره من خلال التربينة يبقى نقدر نلخص هذا الجزء بإن إحنا نقول إن بيلتون تربين كيس هاز نو هيدروليك فانكشن بيكوز بريشار ريمينز كونستانت ثروزا تربين وما للوظيفة الرئيسية للكيس إيه إيه جاست كونتينز ومتحة الماء التي تحرك من خلال التربينة شكرا